تميزت مراسم التوقع على إعلان الجزائر بقصر الأمم بنادي الصنوبر من قبل ممثلي مختلف الفصائل الفلسطينية بحضور كبير ونوعي من أعضاء الحكومة وقادة الأحزاب الجزائرية وسفراء دول عربية حضور في نفس القاعة التي شهدت سنة 1988 إعلان الراحل ياسر عرفات قيام الدولة فلسطين يؤكد مواقف الجزائر الضاربة في التاريخ كان انتصار كبير للسياس الخارجي الجزائرية بقية رئيس الجمهورية وانتصار للقيم سورة أول نوفمبر العظيمة ونظر لجهد وقيمة وزن الجزائر وسيد رئيس الجمهورية الذي سهل بوزنه إيجاد توافق بين الفصائل الفلسطينية وإنهاء الانقسام الذي تضر منه الشعب الفلسطيني وكذا القضية الفلسطينية لأن كلما كانت الفصائل الفلسطينية ومثل الشعب الفلسطيني موحدة كانت قوية وتفرض منطقها وتفرض تطبيق القانون وشرعية الدولية على الكيان الصهيوني أحزاب جزائرية تبارك وتثمن مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون التي كللت بتوقيع الفصائل الفلسطينية وثيقة إعلان الجزائر المنبثقة عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية مسعى النبيل يقرب وجهة النظر بين الفصائل ويردم الخلافات من أجل إعلاء كلمة فلسطين نبارك هذا الاتفاق التاريخي الذي توصل إليه الإخوة الفلسطينيين في أرض الجزائر أرض المباركة الطاهرة بعد فراق بين الإخوة دام لمدة طويلة ولم يكن ليخدم القضية الفلسطينية ندعو الله ونسأل الإخوة أن يكونوا دائما في مستوى تطلعاتنا وأن يتم تحقيق هذا الاتفاق وتحقيق كل بنوده في مدة قاسرة جدا كما نثمن كل الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية تحت إدارة الرئيس التبون والنجاحات التي وصلت إليها غاية جزائرية تشرف وراية فلسطينية ترفرف من جديد على أرض الشهداء خطوة يراها مراقبون انتصار لجهود السياسة الخارجية للجزائر وعودتها للساحة الجيوسياسية بقيادة الرئيس عبد المجد تبون العازم على تقديم توصية إعلان الجزائر إلى القمة العربية المقبلة ترجمة نانسي قنقر